في مملكة البحرين ليس بمستغرب أن يدخل صغارها في عالم التقنية والابتكار فالبحرين كانت ولا تزال تزخر بالمبدعين والموهوبين من مختلف الأعمار نعم ويعتبر فيصل أبل أحد النماذج البحرينية الشابة التي برعت في الاهتمام بتصميمي وبرمجة الآلات البشرية أو ما تعرف بالروبوت والتي تعتبر اليوم متمما رئيسيا للتعليم في عصرنا الحديث الزميل صالح يوسف والتفاصيل خروج عن النمط الروتيني والمألوف دمج للعلم والمعرفة مع المتعة والتشويق في هذه التقنية الحديثة التي انبرى لها عدد من المبتكرين البحرينيين تحدد الكثير من مقاييس التطور العلمي في بلادنا والتي تنبئ بمؤشرات تحمل ملامح النهضة والتقدم بعكس الكثير ممن هم في عمره يستثمر هذا الفتى أوقات فراغه في صناعة وبرمجة الآلات البشرية أو ما تعرف بالروبوت والتي تهدف إلى إحلال الآلة بدل من الإنسان للقيام بوظائف متعددة مؤمنا بأن العلوم التقنية الحديثة هذه هي المتمم الأول للتعليم في هذا العصر فيصل أبول الذي نشأ منذ طفولته متولعا في عالم التكنولوجيا استطاع أن يتمرس بموهبته هذا العمل حتى أصبح مرجعا للعديد من المبتدئين والمتعلمين في هذا المجال أهم جزء في الروبوت وهو مخ الروبوت اسمه الكورتكس هاي الكورتكس يتوصل فيه البتري والوايرات الوايرات اتيي من الموتور الموتور يأدي واجب الحركة عندك أنواع الموتور ثلاث تورك وهاي سبيد وتيربو وضمن مجموعة من البحرينيين المبدعين انتهل فيصل في مدرسته خبرة واسعة التي وفرت الدعم والرعاية له ولنظرائه المبتكرين نحن في مدرسته نصنع روبوتات عشان نشارك فيها في مسابقات دولية الروبوت يكون واجب أن يفل تكوار وسجلها في بوسكت له وهدف فغرب الروبوت نحن اللي نسويه أن نشارك فيه في مسابقات باسم البحرين موهبة هذا الصغير لم تقف بين ثنيات الساحة المحلية فبعدما ظفر بالمراكز الأولى على مستوى مملكة البحرين استطاع وبكل جدارة أن يرفع اسم الوطن ويحقق مراكز متقدمة على مستوى العالم ضمن مسابقة الروبوت الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية شاركنا في مسابقة الروبوت في البحرين وبجهدنا وتعاوننا حققنا المركز الأول على البحرين وفي أمريكا طبعا فيه توتر كبير وجهد كبير لازم نقدم أكبر من اللي قدمنا في البحرين عدد المشاكل الكليين يوصل ألف مشارك صناعة رجل آلي قادر على صناعة آلات بشرية أخرى ملخص لحلم هذا الصبي الذي لم يفتأ يوما عن تطوير نفسه ومهارته في هذه التقنية أتمنى أنا نفسي وفريق اللي كنت باعاهم أن نصنع روبوت الروبوت نفس اللي نصنعه يصنع روبوتات غير مثلا يصنع روبوتات تتمناها الناس في هذا المجال المحدود لا شك أن الاستثمار الأمثل للفتى فيصل وأمثاله سيساهم في خدمة الوطن والمجتمع لتلفزيون البحرين صالح يوسف